نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها نفذت عشر ضربات جوية في مناطق القتال المختلفة وقتلت أو حيذت ستمائة وثمانين جنديا روسيا في الساعات القليلة الماضية ودمرت أربعين وحدة مدفعية لقوات الاتحاد الروسي الأنباء أيضا تقول عن انسحاب بعض قوات فاغنر والتحرك إلى الداخل الروسي هذه أنباء طبعا غير رسمية لم تعلنها وزارة الدفاع الأوكرانية ولكنها متداولة بشكل كثير في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام الأوكراني انسحاب من أي منطقة لأنه بحسب المعلومات فإن القوات فاغنر كانت قد انسحبت منذ فترة نعم قوات فاغنر لم تنسحب بشكل كامل قوات فاغنر ما زالت موجودة في خط الدفاع قوات فاغنر ما زالت وحدات منها تقاتل داخل الأراضي الأوكرانية وهذا ما يؤكده بريغوجين في آخر رسالة له أو الرسالة القبل الأخيرة لبريغوجين حيث قال أننا لن نسحب أي جندي من أرض المعركة وهذا يدل على أن قواته ما زالت في أرض المعركة عندما تحدث عن السيطر على مطار رستوف وقال أن هذا المطار نحن نسيطر عليه فقط لنمنع تنفيذ ضربات جوية من قبل جيش الاتحاد الروسي إلى مواقعنا ولكننا لا نمنع أي سير للعمليات وإقلاع الطائرات لأداء مهام قتالية داخل الأراضي الأوكرانية وقال أن وزارة الدفاع الروسية سوف تعلق فشلها داخل الأراضي الأوكرانية فيما يحدث الآن ما بيننا وبين السلطة وأن ستعلق كل الفشل على ما يحدث الآن ولكننا نؤكد تماما أننا لا نمنع سير العمليات لن نسحب أي جندي من داخل الأراضي الأوكرانية وستستمر العمليات داخل الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي من المهم جدا أن أشير إلى ما نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية قبل قليل عندما قالت أن الإمبراطورية الروسية تنتهي وأيضا قالت أن لا يمكن أن تبني سعادتك على تعاسة الآخرين والسيطرة على أراضي الآخرين من أجل أن ينتهي التهديد الروسي والتهديد النووي من قبل الكريملين يجب عملية سير تغيير بوتين نصا قالت وزارة الدفاع عملية تغيير بوتين جارية ونحن نفعل ما يلينا هذه إشارة واضحة أن هناك ما تقوم به وزارة الدفاع الأوكرانية والسلطة الأوكرانية في ما يحدث في الأراضي الأوكرانية طبعا لا أقول ولا أصرح بأن لديها يد في ما يحدث الآن ولكنها أشارت إلى أنها تفعل ما يليها في هذا الصدد في عملية وليس لدينا تفاصيل حول الدور أو كيفية التعاطي مع هذه التطورات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات